كده دي اسعارهم بمقاساتها. اه. السوبيزين اللي هم الدهج دولي. هو ده. تمام. دول سعنه. اه. وده كمان التالي. تمام. تمام. هم مقاسين بس. كم مقاسين. فهم. فهم. فهمت. اه. مقاساتنا باسعارها. تمام. سلام عليكم ازيكم يا حلوين عاملين ايه يا رب دايما انتكونوا بخير. عندنا جولة حلوة جدا النهاردة. في فرع من فرق زهران. الفرع ده في آآ الزتون. قريب جدا من محطة مترق الزتون لو حد عايز يجي الفرع ده بشخصه يعني آآ يا دوبك بتطلعي من المحطة بتمشي شوية صغيرين بتلاقي الفرع في وشك على طول. تمام كده? هو في شارع سليم الاول. حد. حد. تعالوا بقى نخش الفرع بصراحة فيه شوية حاجات حلوة جدا للناس بقى اللي غوية بجد الاناقة والشياكة في المطبخ. اللي بتحب تستعمل حاجة عمر طويل وجودة عالية مفيش غير زهران. حاجات عليها ضمان. وفي نفس الوقت يعني كلنا عارفين وكلنا في بيوتنا عندنا اللي عنده قطعة كده من زهران بيتعامل معاها ازاي? تمام? تعالوا هنا اوريكم هنا مثلا صواني الفرن عندي من مقاس عشرين لتمانية وعشرين. السعر بيبدأ من ربما خمسمائة جنيه تقريبا لتمنمية واربعين جنيه. تمام? الصواني دي صواني آآ فرن بيد حلو. عندي بقى حلل استلس. عندي برضو الحلل مقاسها يا بنات بيبدأ من مقاس ستاشر لحد مقاس اتنين وتلاتين. مقاس ستاشر بربعمية وتسعتاشر جنيه. تمنتاشر بربعمية تسعة وتمانين. ومقاس عشرين بخمسمية تسعة وستين جنيه. مقاس اتنين وعشرين بستمية تسعة وخمسين. مقاس اربعة وعشرين بسبعمية تسعة وستين. مقاس ستة وعشرين بتمنمية تسعة وتمانين. مقاس تمانية وعشرين بتسعمية تسعة وسبعين. مقاس تلاتين. بالف تسعة وتسعين. ومقاس اتنين وتلاتين. وده احلى مقاس انا بحبه. بالف مية تسعة وتسعين جنيه. كرت السعر طبعا انا مصوره لكم ولكن حبيت اقول لكم انا مسجل عندي الاسعار في ورقة عبيت اقرها لكم. تمام? عندك هنا المقلية المقاس ستة وعشرين بربعمية تسعة وستين جنيه اللي هو ربعمية وسبعين جنيه يعني. عندهم مقاسات بقى المقليات اللي استلس دي عندهم مقاسات كتيرة جدا من برضو مقاس آآ عشرين وفي كمان مقاس ستتاشر لحد مقاس اتنين وتلاتين عادي جدا ووقات استلس وكل حاجة موجودة. طبعا آآ كلكم عارفين الاسعار زهران عاملة ازاي? يعني الاسعار دي انتوا فاهمين ان هم اسعارهم كده لان حاجاتهم عالية الجود. تمام? عندي حلل استلس عادي جدا بس اليد بتاعها دهبي. فدي بتفرق شوية في السعر يعني اغلى شوية. في حلل تانية اللي اللي هقول لكم الاول على اسعار الحلل اللي يدها دهب الاول عشان نبقى احنا عارفين مقاس ستتاشر بسبعمية تسعة وخمسين. التانية كانت بربعمية وعشرين. دي بقى بسبعمية تسعة وخمسين. بتفرق في ايه? بتفرق ان الحل اتقل وكمان اليد دهبي. عندي برضو مقاس تبعметاشر بتمنمية تسعة وعشرين. مقاس عشرين بتسعمية وتسعين جنيه. يعني الحل twists بالف جنيه. مقاس اتنين وعشرين بالف وخمسين. مقاس اربوع وعشرين بالف وستين. مقاس ستة وعشرين بالف قسف. مقاس اربوع وعشرين بالف مية وستين مقاس ستة وعشرين بالف متين آآ وتمانين مقاس تمانية وعشرين الف وربعمية مقاس تلاتين الف خمسمية وعشرين مقاس اتنين وتلاتين يا بنات بالف ستمية واربعين جنيه. طبعا تقدري انتي لو مش مركزة معايا في الاسعار تقدري تثبتي كارت السعر تعملي ستوب كده وتوقفي وتشوفي الاسعار زي ما انت عايزة مكتوبة على كروة السعر اللي انا مسورها. حل? ايه دي برضو عندك صواني فرد وبردو ليه هايات آآ الحل الصانية كل صانية بسعرها برضو تقدر توقفي السعر عشان انا حسة وانا بقرار لكم الاسعار ان انا كده هلاخبطكم. الحلل بقى اللي بغطأ زيز دي اقل شوية. تمام? عندك مقاس ستاشر بتلتمية تسعة وستين مقاس طمانتشر بربعمية تسعة وتلاتين مقاس عشرين خمسمية وتسعة اتنين وعشرين خمسمية تسعة وتسعين مقاس اربعة وعشرين بستمية تسعة وتمانين عندك برضو مقاس ستة وعشرين بسبعمية تسعة وتسعين مقاس ثمانية وعشرين تمنمية تسعة وتسعين مقاس ثلاثين تسعمية تسعة وتسعين مقاس اتنين وتلاتين بالف ومية واعتقد من دول سعرهم بحلو جدا وده راجع لان الغطأ ازاز آآ وبايركس يعني لازم يتحافظ عليه وتتعاملي معاه بحرص. تقريبا انا كده قلت لكم سعر قطء من اللي طيب انا بقى مش عايزة حل عايزة طق حضرتك بتجمعي كل الاسعار دي مع بعض. عندي هنا الحلق البريستو آآ بالفين مية تسعة وتسعين يعني الفين متين جنيه نازل عليها عرض. واعتقد ان ده عرض حلو جدا جدا جدا. تمام? الحلق اهي زي ما انتم شايفين حلقة كبيرة. تمام? وانا فقرقتكم برضو على كارت السعر بتاعها وكارت العرض بتاعها. وآآ كل حاجة موجودة ومعاها الضمان بتاعها ومعاها الجادة. معاها كل حاجة. معاها مصفة اللي هو بتاع السوتية او الخضار السوتية. وكل حاجة موجودة معاها زي ما انتم شايفين. بصراحة عجبتني جدا. وتقيلة جدا 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 زي ما انتم شايفين يا بنات. حلو انا قلت لكم ان سعرها آآ كان الفين تقريبا مية تسعة وتسعين جنيه. نازل عليها خصم واعتقد ان دي احلى حاجة موجودة عجبتني انا شخصيا. بصراحة انا معنديش حالة ضغط نفسة اشتريها. للكوارع بالذات. الكوارع لانها بتاخد وقت واحنا بنحب نجيبها. فهي بصراحة بتبقى لطيفة جدا معا. عندي بقى اطقم التفال. في قسم خاص جوة للتفال. هفرقكم عليه كل حاجة بالاسعار. بس انا لقيتهم هنا محطوطين فيه العرض. آآ قلت افرقكم عليها. اللي هي بيبقى فيها التمبو دي او اللي بيبقى فيها الدايرة الحمرة قديم آآ لما الحلة بتسخن آآ بيدي علامة يعني علشان لو الحلة سخنت او كده. فبصراحة برضو حلوة جدا وسعرهم برضو. هفرقكم عليه جوة حلوة. قبل بس ما ندخل على قسم التفال جوة عايز افرقكم هنا في آآ حلة الاستلس. ولكن اليد بتاعها مش استلس. اليد بتاعها اليد اللي احنا عارفينها دي. انا بصراح مش عارفة اسمها ايه الحد الفايبر او بلاستيك. ايه مش بلاستيك. لانها مش بتسيح. سعرها اقل برضو شوية زي ما انتم شايفين كده. تمام? وبرضو فيه صواني زي ما انتم شايفين. صواني تقديم. وآآ سرافيس مشاء الله شكلها تحفة مقاسات كبيرة زي ما انتم شايفين برضو. والاسعار بتبدأ من تلتمية واربعين جنيه. مقاس ثلاثين لحد مقاس خمسة واربعين بتسعمية تسعة وخاتسين جنيه. برضو اي حد عايز يعرف سعر مقاس معين تقدر يتوقفي الشاشة وتشوفي كارت السعر. لان انا حس ان انا غلست عليكم في الجزء الاولاني كتير لما عدت كل شوية قرار لكم الاسعار حس ان صوتي ممكن يلخبطكم. فانتي بكل سهولة تقدر توقفي الكاميرا او او الفيديو يعني وتشوفي زي ما انا مقافلت كده على كارت السعر اسعار الكسرولة اسعار الصينية كده يعني. تمام? لكن المحل في معروضات كتيرة جدا حلوة جدا بصراحة. ويعني مش قادر اقول لكم انا عجبني قد ايه كل حاجة موجودة هناك كان نفسي اجيب حاجات كتير قوي بس هما فعليا اسعارهم غالية وده بينتج عن ان عاجتهم قيمة جدا. جدا. حلو? بصوا بقى الاستلس بتاع زهران ما فيش بعد كده. انا بس انا بفرقكم على شكل الحلال عامل ازاي? اه الحلال بتاعة زهران دي بتطبخ فيها الرز مش بتشيط انا عندي حلة واحدة واحدة. بتعامل معها يعني مش تدري اقول هي الوحيدة اللي مش بتشيط لو طبختي فيها رز وبس اتعاملتي معها بحرص برضو وقطتي عليه وحطيتي فيها صلسة او حاجة فيها صلسة مش بتشيت ولا اي حاجة. خالص اهو. طيب تعالوا بقى. عايزين ندخل بقى نتفرج على بقية الحاجات اللي جوة والتيفال والحاجات دي. بصوا دي شهرة ستين جنيه. قلت افرقكم عليها برضو انا مش عارفة يا بتاعت ايه لحد بالوقت يعني. هل دي بنشيل بيها كيك بنشيل بيها ايه مش عارفة. بس برضو ايه طالما جات في سكتنا نشوفها مفاش حاجة يعني. عندهم برضو حلوين تيفال دويت والتيفال الدويتو ده اللي هو من برا ستلس ومن جوة تيفال او حل ستلس او كسرولة او طاسة. ومن جوه مطلية بالتيفال او التفل. من اول تسعمائة وخمسين جنيه مقاس تسر لحد الف وتسعمائة جنيه مقاس تلاتين. حل? انا برضو قلت لكم السعر وتقدري برضو توقفي كارت السعر وتتفرج زي ما انتي عايزة. حالة الضغط اللي صورناها آآ برا وكان سعرها الفين ميتين للناس اللي ما شايفوش معاها كل حاجتها حلوة جدا. تعالوا بقى نشوف آآ جوه هندخل اهو قسم الا اه اه اتفال بس الاول افرقكم على مكانة القهوة التركي دي. دي سعرها الفين وخمسمائة جنيه حلوية. اهي. افرقكم عليها. شكلها حلوة قوي بصراحة. قلت لكم سعرها الفين وخمسمائة جنيه. عندهم كمان آآ كتير قوي انواع كتير وعندهم آآ اسمه ايه? ترمس اللي هو بيحتفظ بالحاجة السخنة. يعني عندهم كل الحاجات دي موجودة واسعارها برضو مش وحشة. اسعارها حلوة جدا. عجبتني اسعارها وانا شايف ان اسعارها مش غالية بالنسبة لقيمتها يعني. تعالوا بقى الاول نشوف كل التصاط والقليات عشق الستات في المطبخ آآ واسعارهم وشكلهم حلوة جدا المربعة دي بصراحة. سعرها خمسمائة واربعين جنيه واحلى ما فيها انا شكلها مربعة. مقاسة ستة وعشرين. تمام? عندهم برضو وكات كتيرة قوي. وسعره ده كان خمسمية وستاشر جنيه اللي فوق ده. مقاس تمانية وعشرين. وده آآ تلتمية تسعة وستين مقاس عشرين بس. تمام? الليات بقى اشكال والوان يمانية زي ما انتم شايفين دي جريلة. الجريلة دي مقاس ستة وعشرين بخمسمية واربعين جنيه. تمام? دي بقى آآ طاصة ومسطحة عادي جدا مقاس تمانية وعشرين وكان سعرها آآ خمسمية واربعين جنيه. حلو? حلو. تعالوا بقى نشوف آآ حاجات تانية عندك صواني عندك لبانة عندك حلل كل الحاجات دي موجودة واسعارها كلها هقولك عليها وكمان بصورالك كرتل سعر علشان خاطر توقف فيه زي ما انت عايزة وتتفرجي. عنده من مقاس ستاشر بخمسمية جنيه. لحد يا حلوين مقاس لحد مقاس تلاتين بالف واربعين جنيه. تمام? يبقى من مقاس ستاشر بخمسمية لحد مقاس تلاتين بالف واربعين جنيه. آآ الحلل التفال وزي ما قلت لكم كرتل سعر متسجل ومتصور تقدروا ان انتو تسبتوه عادي جدا. طبعا بقى مقاسات الصواني والقصات والوقات لحصرة لها. عندهم بقى التفال ده منه انواع اللي هو وفيه وفيه شوية منقط وفيه المقلق. بصوا كل حاجة ولها اسم ولها شكل ولها لوم ولها ساعة. عندكم التصى دي بربعمية وتسعة مقاس اربعة وعشرين. مقاس ستة وعشرين دي بآآ ربعمية اربعة وخمسين جنيه. مقاس ستة وعشرين بربعمية اربعة وخمسين جنيه. دي الوق دي بخمسمية تسعة وعشرين جنيه. تمام? دي مقاس تمانية وعشرين يا بنات. القصات المسطحة العادية دي آآ برضو مقاساتها كثيرة جدا من آآ مقاس ستاشر لحد مقاس آآ تمانية وعشرين. عندك اتنين وعشرين اهي. ودي آآ تمنتاشر بمتين واربعة وسبعين. كل طاصة وكل مقاس وليه سعره الخاص دي اللي متعلق عليه. تعالوا بقى مسلا اطقم الحلل دي. عندك الاطقم دي. في منها برضو بصوا الاول دي المقلية والكسرلة واللبانة كل حاجة لها سعرها. تعالوا بقى في صواني فرن. كلها عندك من ربعمية وخمسة لحد خمسمية وتسعتاشر. الفرق بينهم مش كبير. الاسعار يعني متقربة جدا في الصواني. زي ما انتم شفتوا وتقدروا برضو توقفوا كارت الساعة. شكل الكسرلات شكل اللبانة زي ما انتم شايفين. دي بقى الحلل. من مقاس برضو ستاشر. لحد مقاس آآ اتنين وتلاتين. حفرقكم بس على شكل الحلة من جوة كده. بعد كده حفرقكم على كارت الساعة. برضو تلاير الحمرة ديت. علشان خاطر بتدي علامة لما الحلق تسخن. العلامة دي بتختفي. عندك الحلل من ستاشر لتلاتين. من ربعمية وتسعتاشر لحد تسعمية وستين جنيه بنات. بتقدروا برضو توقفوا كارت الساعة زي ما انتم عايزين زي ما قلت لكم. علشان خاطر تتأكدوا من كل مقاس. واللي عايز التقم على بعضه بيجمع كل دول وكل اسعارهم على بعض. يعني انا عايز التقم من اول ستاشر لحد تلاتين. بجمع من الاول ربعمية وعشرين جنيه لحد الحلة اللي آآ بألف ولا كده. تمام? تمام. اهو. الحلة اللي هي كبيرة خلصت تلاتين زي ما قلت لكم بتسعمية وستين جنيه. تجمعي كل دول مع بعض كده انت كونتي الطقم. طيب. ده برضو نوع تاني من التفال. اهو. زي ما انتم شايفين. غير الهوبي بقى سود سادة من جوة. لا ده ببرا زي جوة. برضو الطقم ده حلو جدا. ادي اسعاره. عندك الحلل اسمها بقى ايه? كوك ناتشرال. كوك ناتشرال دي آآ اسعارها زي ما انتم شفتي كده اهو. من اول مقاس تمنتاشر بخمسمية كينيه. لحد برضو مقاس تلاتين. تقدري تجمعي كل الاسعار دي وتعرفي السعر كامل كله كامل. ونفس النظام طبعا فيه المقلايات. كل المقلاية بمقاسها بسعرها. آآ وكل يعني ازا عايز اقول لكم ان كل نوع فيه بقى كل حاجة خاصة بيه. الكسرولة بتاعته اللبانة بتاعته المقلاية كل حاجة. اهو. زي ما انتم شايفين كل حاجة بسعرها. كل حاجة نمصور لكم السعر بتاعها. بقول لي بقى قدر اقوله لكم بقوله لكم. علشان خاطر يبقى انتم عندكم خلفية عن كل الحاجات الموجودة في الفرع. تمام? آآ مدير الفرع اسمه استاذ محمود. اللي حابب انه هو آآ يروح او كده. الفرع مفتوح لأي حد آآ وبصراحة يعني انا شايفة انه عندهم حاجات جميلة جدا. وهي هفرقكم برضو على حاجات تانية لسه معانا. اصبروا علي. عندهم مثلا اولي بالكيك دي اشكال والوان ومقاسات زي ما انتم شايفين صواني البيتزا كل دول واسعارهم قدامكم زي ما انتم شايفين يا حلوين. تمام? هما آآ بصراحة انا شايفهم خفاف شوية على سعرهم. ولكن ده يعني حاجة زهران تعارفين انها دايما بتبقى آآ غالية شوية. بس بصراحة لما مساجت لصانية كده في ايدي. لقيتها انها خفيفة جدا على ان سعرها يبقى تلتمية جنيه. وهكذا يعني. بس برضو آآ اللي غاوي الحاجات دي آآ اعتقد ان هو ما بقدرش يستغنع عن الماتيريال دي. لانها برضو لا بتأسر مسلا ولا ان هي بتتأسر بالغسيل طبعا مع المحاوزة عليها والكلام. في برضو هنا انواع كتيرة من ده بخمسمية وستين جنيه. في برضو البلاستيك او بلاستيك اللي هو الحراري اهو. بتلتمية وتسعتاشر جنيه على حسب الماتيريال على حسب السعر. اشكال والوان بقى ما تعدوش. هنا برضو فيه الترموس اهو اللي هو ده. شكله حلو جدا ولطيف كده. وبرضو سعره واحد لتر بتلتمية وتسعة. تمام? ده بمتين تسعة وسبعين. برضو لتر. اهو. هو الفرق في اللون اعتقد ما فيش فرق بين الاتنين. ده بتلتمية وتسعة ده بتسعة. بمتين وتعبعين جنيه تقريبا. رفيع دي بقى كتيرة وموجودة عندهم زينا انتوا شايفين. اللي يحب بقى يتفحص ويتمحص. الاسعار موجودة. الالمونيوم ليه نصيب عند زهران وعندك زي ما انتم شايفة اهو. آآ صواني البيتزا من خمسة وخمسين جنيه مقاس عشرين. برضو فيه صواني الكيك. فيه اوليب الكيك كلها زي ما انتم عايزين. والاسعار برضو اعتقد انها حلوة جدا. عجبني سعر بصراحة الالمونيوم جدا هناك. مش مش غالي يعني زي ما قلتم متوقع. عندهم برضو اطقم حلل البولات او اللي هي بتاعة الجيلي كل الحاجات دي وما مسمينه قلب كريمة. من اول تمانية جنيه. انتم هاهمين? فالاسعار حلوة بصراحة. وحلل الالمونيوم برضو. ادي عمدك طاقم حلل الالمونيوم اربع قطع. اربع قطع بتسعمية خمسة وسبعين جنيه. طاقم حلل الالمونيوم اربع قطع. يد استلس. بآآ تسعمية وحاجة واربعين جنيه. اطقم حشا برضو موجودة. كل ده موجود في فرع زهران اللي في الزتون في شارع سليم. وريب جدا من محطة آآ مترو آآ حلمية الزتون. تمام كده? لأ اسفح حدايا الزتون مش الحلمية. محطة مترو حدايا الزتون بتخرجي من المحطة. تمشي شارع صغير جدا يخرجك برا في شارع سليم بتلاقي الفرع في ايه في وشك على طور. دي ربعمائة واربعين لجنبه ربعمائة ايه. دي ربعمائة ممكن بس باشوفها صور. قطعة واحدة بس ربعمائة مربعين? اه. دي مستوضة عباس. اه. دي ايه استلس يعني? المدون الفضل. مدون? اه. اه. الفرقين ان اللي هو اللي هو اللي هو اللي ببقى زي اللي حتة الزهوضان الفضل اللي 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 تحت دي. دي? اه. يا دي فضة خام? دي فضة دي انجليزي دي كون ان. ودي بكان دي. يا دي بتاعت ايه اصلا? تحط فيها ايه? اه. ودي بكان بقى? اه. دي كون ان? اه. خلطات وبيتفور الحاجات دي بقى. اه. دي سعرها عامل ميتين خمسة وتمانين. ميتين خمسة وتمانين. يعني انا فضلت اني اسيب لكم المقطع ده بصوت اه مدير الفرع ويقول لكم على الاسعار دي بنفسه. وزي ما انتم شفتوا دي بميتين خمسة وتمانين جنيه. دي هي الشغانطوطة دي. علشان خاطر دي فضة انجليزي زي ما هو قال. بتشيل لها شوكولايتين شوكولايتايتين تلاتة. وكفاء عليها بصراح. كفاء عليها تمنها. اه برضو احنا عجبني قوي دي. دي اللي بتقطع الكيك كده الديسكات. وفي نفس الوقت بتزبط لك مقاس الكيك وانت بتحشي. يعني الرنج دي تحفة وبخمسة وتمانين جنيه بس. سعرها حلو. اه وكمان بتكبر وتصغر يعني بتتوسع وتتضيق على مقاس الكيك. بتقدر ان انت تقسمي من خلالها الكيك. انا شايفة انها عملية جدا وحلوة جدا وخصوة منها من الليستاللس. فبصراحة لطيفة. تعالوا بقى نشوف الخلاط ده بخمسمائة جنيه معا مطحنة. خلاط اهو. كمان عندك ده. بصوا ده بقى لوحده كده يعني قاعد في جمع. عندي بقى المولينيكس ده مسلا بالف متين الف وتلتمين جنيه يعني هو يعني آآ كبة وهاند بلندر ومضرب. طيب المضرب اللي الواحده ده بقى. المضرب اللي الواحده ده حلوين بسبعمائة وتسعة وتسعين جنيه زي ما انتم شايفين اهو. حلو? طيب. ده كمان بسبعمائة وخمسين جنيه عشان ده متين واط بس. انا شايفة ان متين واط على مضرب قليل بصراحة. يعني المضرب لازم على قل يبقى خمسمائة واط علشان خاطر آآ اللي بيعمل مسلا بتشتغل او حاجة ماينفعش معها الحاجات دي. لو انت مسلا بتعودة تعملي كيات على طول تشتغلي بالمضرب على طول آآ انصحك ان الوطات بتاعته تبقى اعلى من كده. عثرت الفواكه زي ما انتم شايفين مكناسة عندهم اجهزة كتير وحاجات كتير زي ما انتم شفتوا. اتمنى بس منكم ان الجولة. لو عجبتكم تحطوا لايك للفيديو اللي لسه آآ بيتفرج علينا وما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد. اتمنى الجولة تكون عجبتكم منالة رضاكم. وآآ برضو قلت واريكم الكاتل ده بمتين وخمسين جنيه. انا شايفة انه صاره حلو جدا. والخلاط المولينكس ده بخمسمية تسعة وسبعين. برضو حلوة قوي. يعني بمر كده مرور الكرام بسبعمية وخمسين جنيه الكابة المولينكس دي. حلوة بصراحة برضو. وكده هنكون خلصنا جولتنا في الفرع. يا رب بتكون عجبتكم ونالة رضاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.